انتزع الاهل بطاقة التأهل الى نهاء كأس مصر بعد ان حقق الفوز امام بتروجيت بثلاثة اهداف لهدف بالدور نصف النهائي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد بوتروسبورت لينتظر المارد الاحمر مواجهة الفائز من مباراة الزمالك واسموحة غدا تقدم للفريق البترولي محمد رجب في الدقيقة الرابعة والعشرين فيما تعادل الاحمر رمضان صبحي في الدقيقة الثانية والاربعين خلال الشوط الاول واضف احسين السيد الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والستين وعزز احمد فتحي فوز المارد الاحمر باحراز الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والثمانين اكتسح ريال مدريد ضيفه شاختار دونستيك الاوكراني بربعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين امس الثلاثاء على ملعب سنتيا جوبرنابيو بالجولة الاولى من المجموعة الاولى في مرحلة المجموعات بدور ابطال اوروبا انهى ريال مدريد الشوط الاول متقدما بهدف وحيد سجله المهاجم الفرنسي كاريم بنزيمة في الدقيقة الثلاثين وفي الشوط الثاني الذي كان نجمه الاول البرتغالي كريسيانو رونالدو بتسجيله ثلاثية في الدقائق الخامسة والخمسين وثالثة وستين من ركلتي جزاء والهدف الثالث من ضربة رأس في الدقيقة الاولى والثمانين ليصبح الهدف التاريخي للبطولة برصيد ثمانين هدفا وفي اطار نفس المجموعة تغلب باريسان جيرمان الفرنسي على ضيف مالمو السويدي بهدفين نظيفين سجلهما الارجنتيني عن خلدي ماريا وهو الهدف الاول له مع الفريق الباريسي واضاف الثاني المهاجم الارجواني ادينسون كافاني حقق فريق يوفينسلي طالي فوزا مثيرا للغاية على مضيف مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الاتحاد في قمة الجولة الاولى للمجموعة الرابعة من دور ابطال اوروبا ويعد هذا هو اول فوز يحققه ليوفينتوس على ملعب انجلترا منذ عام 1996 افتتح سيتي اهداف المباراة في الدقيقة السابعة والخمسين برأسي جورجيو كيليني مدافع اليوبي الذي سجل بالخطأ في مرمى وتعدل الفريق لطاليف الدقيقة السابعين عن طريق ماريو مانزيو كيتش الذي حول كرة عرضية الى المرمى بسهولة قبل ان يضيف الف مورات الهدف الثاني للسيدة العجوز بتزديدة غاية في الروعة في الدقيقة الاولى والثمانين من زمن المباراة حقق فريق ايندهوفين الهولندي فوزا غليا على نظيره منشستر يونيتد الانجليزي في المباراة التي جمعتهما امس على ملعب فيليبس بهولندا في افتتاح الجولة الاولى من منافسات دور ابطال اوروبا جاء الهدف الاول لمنشستر عن طريق لعب ايندهوفين السابق الدولي الهولندي منفيس ديباي بعد مهارة رائعة في الدقيقة الاولى والاربعين يتعادل ايندهوفين بعدها بثلاث دقائق عن طريق دالي بيلند بالخطأ في مرمى قبل ان يسجل لوسيانو نارسينغ الهدف لاصحاب الارض في الدقيقة السابع والخمسين من عمر المباراة بهذه النتيجة يحصد ايندهوفين اول ثلاث نقاط في دور المجموعات بينما يتبقى منشستر يونيتد بدون رصيد من النقاط حقق فريق اتليتكو مادريد فوزا هاما في بداية مشواره بدور ابطال اوروبا بهدفين دون رد خارج ارضه على جلطة ساراي في الجولة الاولى من المجموعة الثالثة للمسابقة وجاء هدف اتليتكو مادريد عن طريق توانجيرزمان في الدقيقتين الثامنة عشر والخامسة والعشرين من زمن المباراة كشفت وسائل الاعلام البرازلية ان كولفس اوكوستا فرناندز اشهر مشجع في تاريخ المنتخب البرازلي والكرة العالمية توفي اليوم الاربعاء عن عمر يناهز الستين عاما بعد صراع مع مرض السرطان وسافر كولفس الى اكثر من ستين دولة لمؤزرة المنتخب البرازيلي في مختلف البطولات كما حضر اكثر من مائة وخمسين مباراة للسلساو ابرزها مباريات كأس العالم بداية من منديال 1990 بيطاليا وحتى المنديال الاخير الذي اقيم في البرازيل عام 2014 واشتهر اوكوستا بالصور التي كان يلتقطها عدسات المصورين خلال حضوره مباريات كأس العالم ممسكا بمجسم لكأس العالم كشف ستيف بروس المدير الفني لنادي هالسيتي الانجليزي عن الاسباب التي دفعته لاستبعاد احمد المحمدي الجناح الايمن للمنتخب الوطني من تشكيلة الاساسية للفريق امام كارديف سيتي في المباراة التي جمعتهما مساء امس ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة دور الدرجة الاولى الانجليزي وقال ستيف بروس ان احمد المحمدي احد افضل اللاعبين الذي توليت تدريبهم على مدار السنوات الستة الماضية لكنه يعاني حاليا من عدم التركيز بسبب انشغاله بالعروض كما اضاف ان احمد المحمدي يتلقى من وكيله اتصالات دائمة بشأن العروض التي يحظى بها والتي وصلت الى خمسة عروض اعلن النادي روما الايطالي عبر صفحات رسمية بموقع التواصل اجتماعي تويتر ان القميص الذي ارتداه اللاعب المصري محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة الفريق امام فروسي نوني ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدور الايطالي سيتم عرضه في مزاد خيري واشار النادي ان قمصان محمد صلاح واليساندرو واخوان اتوربي ودانيلي ديروسي سيتم بيعها في مزاد خيري يخصص ارادته لدعم حملة اللاجئين التي اطلقها النادي في وقت سابق قام نجم المصارعة الامريكي جون سينا بتقديم التحية الى الطفلة كيارا صاحبة السبع سنوات والتي استطاعت ان تحارب السرطان وتتغلب على معاناة مراحل العلاج مؤكدا انها استطاعت اعطاء درس لكل المقاتلين داخل الحلبة وخارجها والعالم باكمله حيث توجه جون سينا وبصحبة الاسطورة ستيب بوردن لتقديم بعض الهدايا لكيارا وسط فرحة عارمة من الجمهور المتواجد بقاعة النزال سينا شكرا 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 شكرا